اللي في الصورة اللي قدامكم دي ميشيل ريني ودي بنتها بريا عندها سبع سنين واللي ملفوف عليهم ده ديناميت ممكن ينفجر في اي لحظة السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد في نوفمبر سنة 2000 تلات رجال مسلحين اقتحموا بيت ميشيل ريني هجموا عليهم وكتفوهم وربطوا متفجرات حاولين جسمهم وهددوا ميشيل انها لو ما نفذتش طلبهم هيقتلوهم وهيبدأوا الاول ببنتها الصغيرة ميشيل كان عندها استعداد تعمل اي حاجة عشان بس تنقص بنتها لكن الطلب اللي طلبوا منها كان خطر وفي منتهى الصعوبة المجرمين طلبوا منها انها تسرق لهم البنك اللي بتشتغل فيه وقتها ميشيل اتحطت في موقف صعب جدا حياة او موت فكان لازم تفكر صح وتتصرف بكل حرص وإلا مش هتشوف بنتها تاني يطر ايه اللي حصل وهل ميشيل هتوافق فعلا انها تنفذ طلبهم ويطر ايه اللي حصل لبنتها الصغيرة فعشان نعرف الاجابة على كل الاسئلة دي خلينا نبدأ في قضية النهاردة ميشيل ريني ام منفصلة عندها 35 سنة كانت بتشتغل بكل اجتهاد علشان تحقق طموحتها وأحلامها وفعلا بقت مديرة البنك اللي بتشتغل فيه والناس كلهم بيحترموها وبيصقوا فيها وفي نوفمبر سنة 2000 ميشيل وبنتها بريا كانوا عايشين حياة هادية في بيت جميل في فياستا كاليفورنيا البيت كان في منطقة هادية ومنعزلة وكان فوق تلة مرتفعة وبيطل على نحيط يعني مفيش أحلى من كده وميشيل كانت دايما بتقول إنها عايشة في بيت أحلامها وإنها بتبقى حاسة بالأمان جوا بيتها لكن يوم عشرين نوفمبر سنة 2000 كان البداية للأحداث المرعبة في بيت ميشيل رينيم لليتها حصلت حاجة في منتهى الغرابة بريا بنتها صحت من النوم في نص الليل وجرت بسرعة على مامتها وصحتها من النوم البنت كانت خايفة بشكل مش طبيعي وقالت لمامتها إنها شافت حد بيبص من شباك الغرفة بتاعتها يعني كانت تقصد إن كان في ناس وقفين برة وبيبصوا على الشباك بتاعها ولئن البنت كانت خايفة بشكل فضيع فمامتها راحت لغرفتها وبصت من الشباك ولكن ما شافتش أي حاجة فطلعت الموضوع من دماغها يعني بنتها عندها سبع سنين بس وممكن يكون بيتهيئ لها أو ممكن تكون كانت بتحلم وافتكرت إن هي شافت حد بجد فميشيل راحت تنام ونسيت الموضوع تماما ولكن يا ترى بريا كانت فعلا بتحلم أو بتتخيل المهم تاني يوم يوم 21 نوفمبر ميشيل خلصت الشغل بتاعها في البنك وكانت مبسوطة إنها خلاصها تروح البيت بعد يوم شغل طويل وخلاصها تكون مع بنتها بريا ويعودوا ساوا يتفرجوا على التلفزيون فميشيل راحت البيت ووعدت مع بنتها على الكنبة يتفرجوا على التلفزيون وكل شيء كان ماشي طبيعي جدا لكن على حوالي الساعة 8 مساء فجأة ميشيل سمعت صوت خبطة قوية جدا ثلاث رجال قاصروا الباب الخلفي لبيت ميشيل واقتحموه الثلاثة كانوا ملسمين ولبسين اسود ومعهم سلاح المجرمين هاجموا على ميشيل وبنتها فالاتنين سرخوا وبريا حول التهرب لكن واحد من الرجال دول بسرعة مسك بريا وربطوهم هما الاتنين بشريط لاصق وقالولهم لو ما عملتوش اللي احنا عايزينه هنقتلكم انتو الاتنين فالبنت الصغيرة كانت خايفة جدا فسألتهم هو انتو هتقتلوني انا ومامتي فقالولها لأ لو مامتك عملت اللي احنا عايزينه مش هنعمل فيكم اي حاجة وبعد كده القائد بتاعهم او رئيس العصابة قال لي ميشيل احنا عايزينك تسرقلنا البنك اللي انت بتشتغلي فيه ولو ما نفستيش طلبنا هنخلص عليكم انتو الاتنين وهنبدأ ببنتك واتضح ان المجرمين دول هما نفس الرجالة اللي شافتهم بريا من شباك ورفتها الليلة اللي قبلها فرئيس العصابة قال لي ميشيل ان هما بقالهم حوالي سنة بيرقبوها هي وبنتها وان هو عارف كل حاجة عنها وهي بتشتغل فين وانها مديرة البنك وعارف كمان مكان مدرسة بنتها لان هو كان بيرقب بنتها بريا فهو كان قصد يعرفها ان هو عارف كل حاجة عنها وعن كل تحرقاتها هي وبنتها بعد كده القائد بتاعهم شرح لميشيل تعليمات الخطة اللي رسمها لها علشان تسرق البنك ميشيل اخدت بالها ان القائد بتاعهم بيتكلم مع واحدة في جهاز الاتصال اللي سلك اللي معاه فكان واضح ان في حد من افراد العصابة بيساعدهم بس من برى البيت وكانوا مسامين نفسهم اسامي حركية كان مسامين نفسهم ماني وان ماني تو وهكذا المهم على حوالي ساعة 11 مساء في عربية وصلت البيت وركنت فميشيل كانت عارفة ان دي عربية صاحبتها كيمبرا اوليفر واللي كانت وقتها عايشة معاها في نفس البيت وفي الحقيقة القائد بتاعهم كان هو كمان عارف مين كيمبرا وكمان فرد من افراد العصابة اللي كانوا برى البيت نبهوه ان هي وصلت فكيمبرا فتحت باب البيت وهي ولع على بالها باللي مستنيها جوه البيت فاول ما دخلت اتفاجئت بالعصابة وطبعا على طول هاجموا عليها وكتفوها هي كمان ميشيل كانت خايفة ومرعوبة وكانت حاسة ان دي ممكن تكون اخر ليلة تقضيها مع بنتها المهم ليلتها المجرمين قالوا لهم يناموا وعلى الساعة ستة الصبح قالوا لهم يقوموا وقالوا لميشيل تستعد علشان تروح الشغل وقالوا لها دلوقتي ما عاد ان احنا نحط عليكم الديناميت فميشيل وصاحبتها كيمبرا وبنتها بريا لفوا كل واحدة فيهم بالديناميت والقائد بتاعهم ورها حاجة كده شكلها زي ما يكون جرس باب وقال لها ان ده جهاز التفجير ولو عملت اي غلطة هدوس عليه وبنتك هتكون هي اول واحدة تروح فيها فالمجرمين حطوا كيمبرا في الحمام وبنتها بريا حطوها في الدولاب وميشيل ودعت بنتها قبل ما تطلع على البنك وبنتها قالت لها ماما خليك شجاعة ودي كانت اخر حاجة هي قالتها لها قبل ما تروح البنك على طول وطبعا ميشيل كانت في كمة الرعب اي غلطة ممكن تعملها بنتها هي اللي هتدفع التمن المهم اتنين من المجرمين فضلوا في البيت والقائد بتاعهم ادى ميشيل شنطة وكيس قماش واستخبف شنطة العربية بتاعتها وطبعا ميشيل كانت سائق العربية تحت تهديد السلاح وكمان مربوطة على ظهرها ديناميت ممكن ينفجر في اي لحظة فلكم انت تخيلوا الموقف العصيب اللي هي كانت وقع فيه المهم لما وصلت البنك اللي بتشتغل فيه اخدت الشنطة ودخلت جوه البنك وراحت للخزنة مع زميلتها في البنك لان من قواعد البنوك ان فتح الخزنة محتاج حضور شخصين فميشيل كانت دخلة ومعها الشنطة فزميلتها بسط لها كده وشكت فيها هي دخلة بشنطة ليه عادة بيدخلوا وهم معهمش اي حاجة فالوقت كان بيعدي وميشيل ما عندهاش وقت تقعد تشرح لها فقالت لزميلتها انا لازم اخد كل الفلوس اللي في الخزنة لان بنتي متاخدة دلوقتي رهينة وانا لو ما اخدش الفلوس دي هيقتلوها وقالت لها ان المجرمين ربطوا ديناميت على ظهرها ورفعت البلوزة بتاعتها ووريتها الديناميت وقالت لها انا لو ما طلعتش من البنك خلال خمس دقيق هيفجروا الديناميت وبالفعل ميشيل اخدت كل الفلوس اللي موجودة في الخزنة وحطتها في الكيس القماش اللي كانت واخده معاها وطبعا وقتها كانت مرعوبة ومش عارفة اللي بتعمله ده صح ولا غلط وهل بعد كل اللي عملته ده هتعرف تنقذ بنتها ولا لا فميشيل ميشت من البنك وهي معاها 360 الف دولار ولكن بعد ما ميشت على طول زميلتها في البنك بسرعة اتصلت بالطوارئ وبلغت عن اللي حصل المهم ميشيل اخدت الفلوس وسقت العربية وبعد ما سقت العربية بشوية المجرم قالها تنزل من العربية وتمشي شوية لغاية نقطة معينة وقالها ان هناك هتلاقيني سيبلك العربية بتاعتك فهي فعلا نفزت اللي هو الهولة واخدت عربيتها وبسرعة راحت على البيت فوصلت البيت وفتحت الباب والبيت كان في منتهى الهدوء وما فيهوش اي حس فبدأت تنادي على بنتها بشكل هستيري وبسرعة جرت على الدولاب فبنتها ردت عليها بريا كانت لسه موجودة في الدولاب مكان ما ميشيل سابتها الصبح وطبعا اللحظة دي كانت اسعد لحظة في حياتهم هم الاتنين الاتنين نفدوا بعمرهم من المجرمين ولكن الديناميت كان لسه ملفوف على ميشيل فقبل ما المجرمين يمشوا شالوا الديناميت من على بريا ومن على كيمبرا لكن ميشيل الديناميت كان لسه عليها فكيمبرا قصت الشريط اللاصق وشالت الديناميت من على ميشيل وبسرعة راحوا لجارهم واتصلوا بالشرطة فالشرطة والFBI وكمان فريق متخصص بالمتفجرات راحوا البيت ميشيل فالمفاجأة انهم لما بصوا على الديناميت بسرعة ادركوا ان ده مش ديناميت حقيقي ده كان مجرد عودين شامع مدهونين باللون الأحمر ولكن طبعا في موقف زي ده وحد رافع عليك السلاح وشاف المنظر من بعيد هيحس ان هو فعلا ديناميت حقيقي واكيد طبعا ميشيل ما كانتش هتغامر بحياتها او بحياة بنتها حتى لو شكت ان ده مش ديناميت حقيقي المهم في خلال الـ 14 ساعة اللي كانوا فيها رهائن ميشيل اخدت بالها من كذا حاجة في منتهى الاهمية الحاجات دي هتفيدهم بعد كده في التحيات ان هما يوصلوا للمجرمين فهي قالت انها لما كانت بتتكلم مع قائد بتاعهم شافت عينيه بشكل واضح من تحت القناع الاسود اللي كان لابسه وساعتها حست انها تعرفه او شافته قبل كده فقعدت تفكر لغاية ما ادركت انها قبلت الراجل ده الصبح في نفس اليوم في المكتب بتاعها في البنك وقالت الراجل ده يعني كان شوية غريب الاطوار وقعد معها فترة طويلة في البنك وكان عمال يتكلم معها ويسألها نفس الاسئلة كل شوية وقالت ان في الاخر في واحدة دخلت وقالت له كريس يلا نمشي وبعدها بكم ساعة اقتحموا بيت ميشيل الحلو بقى ان الراجل ده ادالها الكارت بتاعه قبل ما يمشي والكارت كان مكتوب عليه كريستفور باتلر المهم بعد ما استجوبوا ميشيل بعتوها هي وبنتها يعودوا في اوتيل وفي الايام اللي بعد الجريمة ميشيل وبنتها عصابهم كانت تعبانة جدا من اللي حصل وكان نفسهم الشرطة تلاقي المجرمين لانهم كانوا مش حاسين بالامان المهم المحاين سألوها عن كريستفور باتلر وكان رايح البنك يعمل ايه فقالت ان هو كان عامل نفسه مستثمر وقالت ان الست اللي هي جات تقوله يلا نمشي اسمها ليسا وقالت ان صوتها هو نفس الصوت اللي سمعته في الجهاز اللي سلكي وقالت لهم يروحوا المكتب بتاعها ويدوروا على الكارت بتاعه ومن التحريات المحاين اكتشفوا ان كريستفور باتلر هو مجرم قديم وعنده تاريخ من سرقة البنوك وعرفوا كمان هو مقيم فين وحطوه تحت المرقبة فهو خطبته ليسا كانوا قاعدين في بيت على بعد كام ميل بس من البنك اللي تسرق وفي خلال كام يوم المحاين عرفوا كمان هوية الاتنين اللي اشتركوا فيه الجريمة واحد منهم اسمه مايكل هاجنز وهو راجل ضخم جدا وعريض المنكعين والرجل التاني اللي كان واقف بيصوب المسدس على بريق اسمه روبرت أورتيز ويوم واحد ديسمبر قابضوا على كريستفور باتلر وليسا راميرز وفتشوا عربيتهم ولقوا في العربية أدلة كتيرة جدا ففي العربية كان فيه مسدس فاخدوا المسدس ده كدليل عندهم ولكن اكتشفوا ان المسدس ده ما كانش مسدس حقيقي فالمسدس ده كان زي اللي بيستخدموه في الأفلام وبيباني ان هو حقيقي جدا المهم لقوا كمان في العربية الشنطة اللي أخدوا فيها الفلوس وكفازات لونها اسود وقناع لونه اسود معمول فيه فتحتين يعني لقوا عدة الجريمة في العربية وكمان لقوا كروت البنك بتاعة ميشيل ولقوا الجهاز اللي على شكل جرس الباب مش بس كده ده كان فيه كمان أدلة أكتر في بيت كريستفور وليسا فلقوا الأدوات اللي عملوا بيها المتفجرات المزيفة يعني مثلا لقوا الدهان اللي دهنوا بيه الشمع باللون الأحمر وبصمة ليسا راميرز كانت على علبة الدهان ده فالمجرمين كان عليهم أدلة مادية كتيرة جدا وكل ده بعد ما قاعدوا يخططوا للجريمة لمدة سنة كاملة فدلوقتي هم لقوا أدلة كتيرة جدا عليهم ولكن أهم حاجة ملقوهاش وهي الفلوس الـ 360 ألف دولار اللي تسرقوا لكن بعد ما قدروا يعرفوا مكان مايكل هاجنز وأبضوا عليه مايكل اعترف أنه هو معاه 93 ألف دولار من الفلوس وقال أنه هو صرف منهم كذا ألف دولار على رحلة سياحية وكمان مايكل اعترف بكل تفاصيل الجريمة أما بقى المجرم الرابع روبرت أورتيز أبضوا عليه بعد ثلاث شهور روبرت كان لسه معاه 32 ألف دولار واعترف برضو بكل تفاصيل الجريمة في اعترافات روبرت أورتيز كانت متطبقة مع اعترافات مايكل هاجنز واعترافاتهم هم الاتنين كانت متطبقة مع الكلام اللي ميشيل قالته في التحقيه معاهم أما بقى كريستفور رئيس العصبة على الرغم من وجود أدلة مادية كتير عليه ومنها بصمات إيديه على الديناميت اللي أنه أنكر كل حاجة وأنه له يد في الجريمة وكان بيحاول كمان يحمي ليسا خطبته ويطلعها من القضية لكن ليسا بقى لما حققه معاها اعترفت أن هي اللي كانت فعلا بتتكلم في الجهاز اللي سلكي واعترفت كمان أن هي صاحبة الفكرة وأن هي اللي اقترحت أنهم يستخدموا الديناميت مزيف فالفلوس اتقسمت على ثلاثة ولكن ليسا قالت أن نصبها هي وكريستفور اللي هو أكتر من مئة ألف دولار قالت أن الفلوس دي كلها اتسرقت مش بس كده ده ليسا كمان فجرت مفاجأة من العيار التقيل قالت أن ميشيل كانت متفقة معاهم على الخطة كلها فالمحاقين استغربوا معقول تكون ميشيل طول الوقت ده كانت بتمثل على كل حتى كمان على بنتها معقول ربطت بنتها بالديناميت وخلتها تبقى مرعوبة كده معقولة تكون عملت في بنتها كل ده عشان الفلوس في الحقيقة المحاقيين كانوا مقتنعين أن كلام ليسا عن ميشيل مش حقيقي وكانوا حاسين أن ميشيل بريئة وإن استحالة تكون متوطأ معاهم في الجريمة لكن طبعا المحكمة مش هتاخد بإحساس المحاقيين لازم يتأكدوا بالأدلة المادية فكان فيه ثلاث محاقيين مسكين القضية وبدأوا فعلا يتحروا عن الموضوع وكانوا عايزين يتأكدوا إن كانت فعلا بريئة ولا لا فخلوها تروح البيت وتعيد تمثيل اللي حصل ليلة الاقتحام وحطوا الديناميت المزيف على ميشيل وكيمبرا وبريئة فلما حطوا عليهم الديناميت كان واضح جدا على ميشيل إنها متضايقة ولما كانت بتعيد عليهم الأحداث اللي حصلت ليلتها كان واضح عليها إنها متأثرة جدا لدرجة إنها كان خلاص الرابط يجي لها إنهيار عصبي فالمحاقيين كانوا حاسين إنها بريئة وكمان ما كانش فيه أي دليل مادي يثبت إنها كانت مشتركة معاهم في الخطة لكن برضو عشان يتأكدوا كملوا تحرياتهم وبدأوا يقلبوا في الماضي بتاع ميشيل ومع الأسف ميشيل يعني الماضي بتاعها ما كانش أحسن حاجة فميشيل هربت من البيت وهي عمرها 15 سنة بس واضطرت إنها تشتغل يعني خلينا نقول الراقصة في مالها لي فميشيل كانت بتحاول تسيب الشغل ده وكانت بتدور على شغلانات تانية فكانت بتزور في السيرة الزاتية بتاعتها وكانت بتقول مثلا إنها عندها خبرة في شركة كذا أو إنها درست حاجة معينة وطبعا كل ده ما كانش حقيقي كمان اكتشفوا إنها عندها بعض الديون والمشاكل المالية فمع الأسف كل الحاجات اللي عرفوها عنها خلت شكلها يبين مش كويس قوي وإن هي ملهاش أي مصدقية وبدوا يقولوا إن كده هي عندها دافع وهو إنها كانت عايزة فلوس علشان تحل المشكلة المالية بتاعتها طبعا ميشيل كانت متضايقة جدا من الكلام ده وفاجأة كده بدل ما كانت هي الضحية بقت مشتبه فيها المهم محاكمة ليسا راميرز وكريستفور باتلر ابتدت فكريستفور كان بيحاول يطلع خطبته ليسا من القضية فعمل إيه بقى؟ قال إن هو وميشيل كانوا على علاقة غرامية وقال إن هو اتعرف عليها في سوبر ماركت وإن هو ومايكل وروبرت كانوا عندها في البيت الصبح يوم ما البنك تسرق وكانوا كلهم قاعدين قاعدة عادية جدا فهي فجأة كده طلعت بالفكرة ويلا نسرق البنك اللي أنا بشتغل فيه وراحوا فعلا يسرقوا البنك في نفس اليوم اللي طلعت بيه بالفكرة فكريستفور اتهم ميشيل إنها هي الرقص المدبر لعملية السرق طبعا ميشيل أنقرت كل إدعاءات كريستفور وقالت إن كلامه ده ما يدخلش العقل ومش منطقي وفي المحكمة ميشيل كانت متعصبة ومتدايقة لأنهم كانوا بيعملوها وكأنها واحدة من المتهمين مش الضحية فالعصبية بتاعتها دي استغلها المحامي بتاع ليسة وشكك في شهادتها إنها سمعت صوتها في الجهاز اللي سلكي المهم في الآخر هيئة المحكمة قررت إن كريستفور باتلر مزنب بتهمة سرقة البنك وبتهمة الخطف وتحكم عليه بالثلاث أحكام متتالية سجن مدى الحياة زائد 64 سنة سجن ولكن مع الأسف هيئة المحكمة قررت إن ليسة راميرز غير مزنبة لأن لما اقتحموا البيت هي ما كانتش معاهم وكانت برا البيت طول الوقت ففي وجهة نظر المحكمة إن ليسة ما عملتش حاجة يعاقب عليها القانون على الرغم من إن ليسة هي العقل المدبر وكمان اعترفت والاعتراف متسجل بالصوت والصورة لكن مع الأسف اعتبروا الفيديو ده غير مقبول في المحكمة فليسة العقل المدبر اتحبست تقريبا 12 يوم بس وطلعت براقة طبعا ميشيل كانت مدهيقة جدا من الحكم ده لإن ليسة دي هي العقل المدبر وصاحبة الخطة كلها فإزاي تطلع براقة أما بقى محاكمة مايكل وروبرت كانت مختلفة تمت إدانتهم هما الاتنين بكل سهولة لأن هما كمان كانوا معترفين فتحتم على كل واحد منهم بتلات أحكام متتالية بالسجن المؤبد ميشيل وبنتها بريا كانوا بيروحوا جلسات علاج نفسي لمدة سنتين علشان يتعافوا من الصدمة اللي حصلت لهم لكن ميشيل قررت إنها تبقى قوية علشان بنتها وبيفعل وقفت على رجلها تاني واشتغلت وكتبت كتابين واحد اسمه تسع أيام كانت بتتكلم فيها عن التعافي بعد الصدمة والكتاب التاني كان عن عملية الخطف بالسرقة وتعمل منه فيلم سنة 2009 اسمه هيلد هوستج وميشيل وبنتها كانوا بيروحوا يلقوا محاضرات ويتكلموا عن اللي حصل لهم وإزاي البني آدم يقدر يتخطى الصدمات اللي بتحصل له في حياته ولكن بريا وهي في آخر سنة في المدرسة السنوي حصلت لها مشكلة أكبر بكتير من اللي حصل لها قبل كده في 8 ديسمبر سنة 2011 بريا تعبت جدا وما كنتش قادرة تتكلم ولا تتحرك ودخلت المستشفى فالدكاترة قالولها أن عندها مرض التصلب المتعدد وهو مرض عصبي نادر ومعناها أن هي ممكن ما تقدرش تتكلم أو تمشي مرة تانية يعني هتكون مشلولة كليا لكن ميشيل رفضت أنها تستسلم وفضلت جنب بنتها وأخدت بالها منها وبالفعل حالتها اتحسنت شوية بشوية بدأت تعرف تحرك رجلها وتعرف تتكلم شوية وميشيل فضلت وقفة جنبها بتساعدها وبتشجعها وبريا خلصت السنة الدراسية بتاعتها وهي في المستشفى وبعدها قررت أنها تدخل الجامعة وتكمل دراستها على الرغم من حالتها وبعد سنين من العلاج الطبيعي والإصرار قدرت أنها تتحسن وبقت بتقدر تمشي وتتكلم بريا كانت بتقول مامتها أن موضوع الخطف ده كان سهل قوي مقارنة بالمرض اللي حصل له المهم في خلال السنين روبرت أورتيز ومايكل هاجنز بعد ما قروا الكتاب بتاع ميشيل كانوا بيبعثوا جوابات لميشيل وبنتها وبيطلبوا منهم أن هم يسامحوهم وفي الحقيقة ميشيل وبريا فعلا سامحوا الاتنين دول حتى كمان بريا شهدت لصالح روبرت أورتيز في جلسة طلب السماح بالإفراج المشروط مع أنه هو اللي كان ليلتها رفع عليها السلاح لكن هي سامحته وفعلا روبرت أورتيز خرج من السجن في يناير سنة 2021 وفي الحقيقة روبرت كان أكتر واحد ندمان فيهم كلهم لأنه حتى في المحاكمة بتاعت وقتها سنة 2001 اعتذر لميشيل وبنتها بريا أما بقى كريستفور باطلر كان على النقيد وما كانش عنده أي إحساس بالندم فكريستفور شهد في المحكمة على ميشيل شهادة زور وشهادته دي أثرت عليها لمدة سنين فعلى الرغم من إن المحكمة برأيتها إلا إن دايما كان بيبقى فيه شك من بعض الناس إنها كانت متورطة معاهم في الجريمة فكريستفور قدم طلب خروج من السجن سنة 2020 وتراجع عن شهادته بإن ميشيل كانت متواطئة معاه في الجريمة ونفى إنها كانت على علاقة غرامية بيه ولكن على الرغم من إن هو غير شهادته إلا إن طلب الخروج بتاعه ترفض لكن أخيرا بشهادته المتأخرة وعشرين سنة أصبح مفيش أدنى شك إن ميشيل بريئة ولكن السؤال فين باقي الفلوس اللي هم سرقوها في الغاية دلوقتي فيه 234 ألف دولار محدش عارف طريقهم لغاية دلوقتي فوجيت نظري إن كريستفور باتلر كان مجرم غريب جدا راح لميشيل المكتب بتاعها في البنك وقعد يتكلم معاها لفترة طويلة جدا وسب لها كمان الكرت بتاعه وعليه اسمه الحقيقي وطبعا لإنه قاعد يتكلم معاها لفترة طويلة في نفس اليوم اللي راحوا وهاجموا عليها في البيت فده خلاها تفتكروا وممكن تكون كمان افتكرت صوته والكرت اللي سابه سهل على المحاقيين إن هم يقدروا يوصلوا له بس كده وأحب أعرف رأيكم في القضية وأشوفكم على خير في فيديو جديد مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر